مؤلمة وقاسية هذه الصور القادمة من محافظة ذمار وسط اليمن وربما لا يود اليمنيون أن يروا هذه المشاهد لواحد من أهم ما تتمتع به بلادهم من الخيول اليمنية التي تمر بأسوأ سنوات حياتها حيث يهدد الموت المحقق نحو 38 حصاناً بينها أنواع من السلالة العربية الأصيلة فالجوع والطقس البارد هنا خلق لها متاعب كثيرة إذ باتت أجسادها الهزلة تكشف مدى الوضع الذي وصلت إليه جراء ما تعانيه من غياب الرعاية وهو ما تسبب بوفاة 32 حصاناً خلال خمس سنوات تعد المزرعة الشاسعة إحدى مزارع المؤسسة الاقتصادية اليمنية التابعة لوزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي حيث كانت تتمتع بدعم سخي لكن بداية الحرب توقفت مخصصاتها المالية حسب بعض المصادر لتترك الخيول فريسة للموت البطيء الفواكه والخضروات الطازجة وأنواع متعددة من المكملات الغذائية كانت تقدمك وجبات طعام للخيول غير أن كل ذلك انتهى ومن تحقق الإنقلاب وسقوط الدولة بدأ كل شيء حتى هذه الخيول باتت تأكل الحشائش والتبن كوجبات رئيسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر